فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا أمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر إلا حاصل فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أوقال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أوت صدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوه أو رواحه فلذلك سمي أبو بكر الصديق حديث أخرجه الحجم في المستدرك وقال صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لما نرجع تاني لهذا الحديث وإحنا بنتكلم عنه فهنا نفحة اختزنها المسلمون في قلوبهم في شهر الرجب شوف الحديث سيدة عائشة رضي الله عنه بتقول لما أسري بالنبي إلى المسجد الأقصى طبعا أنا حاسة لقلب السيدة عائشة وهي بتحكي هذا الحديث مليئة بالفخر بأبيها مليئة بالفخر بسيدنا أبو بكر